إذن هناك كثير من الاتهامات التي وجهت آنذاك لوجود مقر الموساد بكل الأحوال ذات أحد من الشهر الفائت ووابل من الصواريخ الباليسية الإيرانية سقط على منزل رجل الأعمال الكردي باز كريم في إيربيل يومها زعمت إيران أنها استهدفت مقرا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد مزاعم لم تعثر السلطات العراقية المعنية بملف التجسس على دليل واحد يؤيدها مسؤولون عراقيون على صلة التحقيقات في الحادثة اتفقوا على أن إيران أبلغت حكومتي بغداد وإيربيل في وقت سابق بانزعاجها من وجود المغارضة الإيرانية في إقليم كردستان إيران ضفق المسؤولين الذين تحدثت إليهم صحيفة الشرق الأوسط لم تتحدث أصلا عن الموساد إلا بعد قصف منزل رجل الأعمال مشيرين إلى تذرعها بإسرائيل طبعا من أجل تنفيذ القصف أحد المسؤولين العراقيين أكد أن بغداد طالبت إيران بتعزيز ادعاءاتها حول وجود الموساد بدليل متماسك لكن الأمر لم يحصل مسؤول آخر وهو نائب عراقي مستقل نفى وجود يثبات حول وجود مقر للموساد عدا أن كل الاتهامات قائمة على التكهن المسؤولان العراقيين تحدثا عن حيرة في الواقع وحيرة للمحققين في وكالات المعلومات من اختيار منزل رجل أعمال أثبتت التحقيقات عدم صيلته بنشاطات غير قانونية وقال أحد المسؤولين أن رجل الأعمال كان في الواقع متعاونا لكنه لا يزال مذهولا مما يجري ووفق ما اطلع عليه المسؤولون العراقيون فإن الإيرانيين زعموا وجود ما يفوق ثلاثة فرق عسكرية من المعارضة في إقليم كردستان قرب الحدود مع إيران ما يشير إلى أن طهران تغرق في التضخيم الذي قد يكون مقصودا أو تغرق أيضا يمكن القول ترجمة نانسي قنقر